أنا عندي مصنع من المصانع الكبيرة جداً في العالم اللي بتنتج واحدة من أعظم السيارات اللي في الدنيا في ألمانيا المصنع ده فاتح عندي هنا طيب وإحنا عندنا مركتين ألماني هنا منهم واحدة المصنع بتاعها هو اللي بيصنع الاستوانات بتاعة الفرامل اللي بترجع ألمانيا تركب في العربية الألمانية 100% ده فاير الكهرابا كمان ده فاير الكهرابا الأهم العربيات الألماني بتتسمع هنا في مصر يعني أنا بقى مصري طبعا وعندي النوهاو وزكي وشاطر وإيد عاملة مدربة حضرتك المصري المصري اللي نجح يهد خط برليف بخرطوم مياه المصري مبتكر ويعتمد عليه ولو كان فيه عندنا كنز حقيقي في مصر هما المية وعشرة مليون مواطن أنا النهاردة المصريين محتاجين فرصة وخلي بالك النهضة الصناعية في ألمانيا نشأت من الورش صح هما في البداية ما عملوش مصانع هما في البداية جابوا ناس علموهم من بريطانيا جابوا مدربين علموهم لكن النهضة الصناعية بدأت من الورش الصغيرة أنا النهاردة فيه في السوق فجوة فيه حالة النهاردة طلب على مجموعة من المنتجات اللي احنا كنا بنستوردها المصري الشاطر الزكي اللي هيقتنس هذي الفرصة يعني في ظل الأزمات فيه فرص أنا لما يبقى المنتج ده بألف جنيه وهو الخامات اللي فيه ما تتكلفش مئة جنيه تعال اصنعه ويكسب ربعمائة جنيه ويكسب خمسمائة جنيه وبقولك في ناس بالفعل في اللحظة دي بتكسب من ده ده لازم تنظر أكثر عناية للصناعات متنهية الصغر يعني احنا اهتمينا وقدمنا حزم دعمه مباشرة للصناعات الصغيرة والمتوسطة اللي هي بتبدأ من خمسين ألف جنيه ومئة ألف جنيه لغاية عشرين مليون جنيه أما النهاردة عايز أخاطب الراجل اللي عايز اشتري مكناة بعشرين ألف جنيه عايز أخاطب اللي عايز مكناة بلاستيك واللي عايز مخرطة واللي عايز يعمل مكناة ملابس بس دول احنا اشتغلنا عليهم كمان عايزين أكتر أنا عايز النهاردة كل مواطن يبقى عنده حاجة بينتجها في فيتو بعد ما يرجع من شغله أنا النهاردة اذا كنت مهتم ان حياة المواطن ده تتغير مفيش حاجة هتغيرها غير العمل وغير زيادة الانتاج لما كل واحد هيزيد انتاجه الانتاج القومي هيزيد احنا محتاجين ان احنا نعمل مبادرة للتأجير التمويلي يعني المواطنين بيخافوا ان هم يدخلوا في عملية اقتراض عشان يشتري مكناة انا هتدي لك المكناة دي بالإيجار في عندنا وعاء قانوني يسمح بذلك اسمه التأجير التمويلي تعال انت عايز مكنة بلاستيك ب20 ألف جنيه تفضل كل شهر هتديني إيجار قد كذا بعد سنة أو اتنين لما هتكفي الفلوس بتاعة الإيجار دي خلاص هتبقى المكناة ملتاك تعبت في الوسط رجع لي المكناة وما فيش عندنا مشكلة كافة المؤمنين فأنا محتاج ان انا اتصرف النوع ده من التصرفات الناس اللي بدأت تدخل في الصناعة بتقول احنا عايزين مستلزمات انتاج أكتر وخامات أكتر احنا نقدر نعمل مدينة حرة لخامات الانتاج على محور قناة السويس يعني نقدر ننمي تجارة الترانزيت في المواد الخام والأولية في منطقة محور قناة السويس تعال عمل لمدينة حرة نعمل فيها ارتكاز للتجار هما ياخدوا المواد الخام نقدر نجيبها من أفريقيا فخامت الرئيس عمل لنا علاقات وطيدة جدا في الدول الأفريقية تقدر تعمل مخازن للنحاس ومخازن للحديد ومخازن لكل المنتجات وخاصة ان انت عندك موقع استراتيجي مهم جدا لتجارة الترانزيت لما يبقى عندي مدينة حرة في المنطقة دي اقدر ادخل منها مواد خام للدولة اقدر اصدر للأخرى اعمل زي ما حصل في لندن هناك في المواني اللي بناء عليها اتبانى الاقتصاد اللندني ثم البريطاني بشكل عام او زي ميني تراتر دام على سبيل مثال آخر او زي ما حصل في مرحلة اخرى فيما بعد ذلك في جبل علي في دبي الاخر ويعني لن نخترع العجلة فيه عندنا فرص مصر ليها موقع متميز عندنا صروة طبيعية عندنا اهم صورة صروة المصرية هي المائة وعشرة مليون دول بالنسبة للكنز الحقيقي اللي انا متأكد ان هم اقوى ظهير يقدر يعمل اي حاجة المصري مبدع المصري مبدع انت النهاردة بتفرغ له السوق وبتدي له فرصة ان هو يصنع لازم كلنا نقتنس هذه الفرص لان احنا عانينا لسنوات طويلة من اغراق هو اللي ادى بينا الى المرحلة دي واحنا محتاجين كمان ان احنا نتنقل نشوف الستة وعشرين مدينة جديدة يعني جزء كبير من المصريين لما بينظر للمشروعات القومية بيراها في شكل طريق لانه ما راحش للمدينة اللي بيوصل لها الطريق ده يمكن يكون برضو الدولة عامدها نقطة في الموضوع ده لغاية دلوقت الدولة بتأيد حقك في ان انت تأجر الشقة اللي انت استخدمتها او اللي انت استلمتها انا عندي ستة وعشرين مدينة جديدة فيهم اكتر من اتنين مليون وحدة اسكان اجتماعي حضرتك استلمت الوحدة دي بس انت شغلك بايد عن المدينة دي لسه فانت مش مسموح لك تأجر الشقة اللي انت استلمتها لو أجرتها نسحب منك الشقة ومش مسموح لك ان انت تبيق الشقة طب ما حضرتك انا مأيد ملكياتك انت النهاردة ما بتستفدش بالشقة دي ان انت لسه شغلك بعيد عنها وهي خقيمة مضافة في الاقتصاد المواطن ما حسش بيها بس انا جاهد لك الشقة دي لاجل ظروف معينة حضرتك النهاردة واقعيا تبخدتها ليه حضرتك انا كنت عايز احس بالامان وكنت عايز استخدم ما كانش متاح وانا كنت عايز استفيد بالدعم اللي الدولة بتقدمه ونظام التأسيد فانا النهاردة خلاص انا كمواطن استفدت بهذا الدعم اللي الدولة قدمته لي في شكل شقة ومش من حق ناس استفيد بتاني اديني الفرصة ان ما اقجر الحق ده انا لما اقجر الحق ده انا هقدر اقجر شقة في مكان تاني او اديني الفرصة ان انت قدام اينيك اجي وبيع واخلي حد تاني يشتري انا في دي هختلف معاك الدكتور انا كده عمليا بدل ما انا عاملها شقة لاجل الدعم الاجتماعي اللي بقدمه لفئات معينة علشان تسكت حولتها بدل انها سكن انها تبقى مور الدخل بشكل موازي هو دايما انا سأل انت يا راجل مسلا مسلا فلان الفلاني ساكن عند مجر العيون اخد شقة عند مجر العيون ليه رايح تاخد شقة مسلا في المينيا وانت ساكن هناك وشغلك هناك ومدرس العيل هناك واخد في المينيا ليه اصلا انا بتقطي مينيا طب مغيرتش بطاقتك على مجر العيون اللي ده غلط خصل اتفقنا انا النهاردة قدامي 26 مدينة جديدة اتبانوا لسه ولا المواطن مستفيد من ان هم اتبانوا ولا الدولة مستفيدة بهم قدر اقتصادية موجودة 26 مدينة اغلبهم لسه الناس ما سكنتش عشان شغلها لسه ما توفقتش ظروفه بقول افتح المجال ان القيم الاجارية تخفض يعني افتح المجال ان لو شاب عايز يتجوز يروح يلاقي شقة اجارها 300 جنيفة يتجوز انقل الناس حركهم احنا في مشاكل استثنائية تحتاج الى حلول غير تقليدية ترجمة نانسي قنقر